السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة تعلم والسفيد مرحبا بكم في هذه الحصة سنشتغل على نص السماعي دراجات هوائية للجميع إذن قبل أن تستمعوا لهذا النص سنلاحظ هذه الصور التي أمامنا وسنتوقع موضوع هذا النص إذا لاحظوا المشهد الأول إذا المشهد الأول نلاحظ فيه طفلة وهي داخل مكتبة تحمل كتبا بين يديها وهنا تظهر القيمة على المكتبة أو السيدة المشرفة على المكتبة ثم هنا لاحظوا هنا كتاب صغير يحاور أو يتحدث إلى الطفلة والطفلة تقول سمعت صوتا خافتا يناديني إذن هذا الصوت الخافت الذي يناديها هو صوت هذا الكتاب الصغير الحجم إذن سنقول بخصوص هذه الصورة نلاحظ في هذه الصورة طفلة داخل مكتبة وهي تحمل كتبا وهناك صوت كتاب صغير الحجم يناديها ثم المشهد الثاني أو الصورة الثانية لاحظوا في هذا المشهد فنلاحظ الطفلة تحلق في الفضاء فوق الكتاب وفي هذا المشهد يظهر أيضا واحد الحقل مخضر هذا الحقل فيه أو يمر بجانبه أطفال يركبون دراجات أيضا هناك أبقار هناك طواحين هوائية لكاللحظوها هناك وهناك أيضا جسور إذن هناك بلد مشهور بالدراجات وبجبن المستخرج من حليب الأبقار مشهور أيضا بالطواحين ومشهور بالجسور هذا البلد هو هولندا ويبدو أن الطفلة تحلق في الفضاء ممتطية أو راكبة هذا الكتاب وهي قد وصلت إلى بلد هولندا ثم المشهد الثالث الطفلة تقف هنا وتنظر إلى هذه البناية الكبيرة العالية وأمام هذه البناية هناك أطفال كثيرون وطفلات كثيرات يركبون الدراجات هناك أيضا دراجات مركونة إلى جانب الشارع وهي تتساءل وتستغرب لاحظوا تتساءل وتستغرب وربما تسأل الكتاب تقول له ما سبب انتشاري هذا العدد الكبير من الدراجات بينما في المشهد الأخير لاحظوا الطفلة تفكر في بلدها وتتحدث إلى الكتاب وتقول له حين أعود إلى بلادي سأتحدث إلى أصدقائي إذن الطفلة ربما نال إعجابها عمل أو سلوك مدني راق لاحظته في هذا البلد فأرادت أن تنقل هذه التجربة إلى بلدها وأرادت أن تناقش أصدقائها حول هذه الفكرة وتقوم بها إلى جانب زملائها إذن ما هو هذا العمل الذي تريد الطفلة أن تقوم به ما هو هذا العمل الذي نال إعجابها بهذا البلد إذن سنتعرف على هذا وأكثر في هذا النص السماعي وقبل ذلك سأقدم لكم تعليقا حول كل صورة إذن مثلا الصورة الأولى التي هي هذه ممكن نعلق لها مثلا كما يليس نقول ألاحظ في الصورة الأولى طفلة داخل مكتبة وهي تحمل كتبا وهناك صوت كتاب صغير الحجم يناديها هو هذا ثم الصورة الثانية التي هي هذه ممكن نعلق لها هكذا أرى في الصورة الثانية طفلة تحلق في الفضاء فوق كتاب ومنظرا لحقل مخضر وأشخاص يركبون ضراجاته ما دلعنا هنا المشهد الثالث لهو هذا ممكن أن نعلق عليه هكذا سنقول مثلا ألاحظ في المشهد الثالث طفلة تقف أمام بناية وهي تسأل الكتاب ربما عن سر انتشار الدراجات بكثرة في هذه المدينة والمشهد الرابع سنعلق عليه هكذا تظهر في الصورة الأخيرة الطفلة إذن تظهر الطفلة وهي تخبر الكتاب بأنها عندما ستعود إلى بلادها ستتحدث إلى أصدقائها حول أمر ما بخصوص توقعنا لموضوع النص سنقول مثلا أتوقع أن النص سيتحدث عن حوار ضار بين كتاب وطفلة موضوعه هو دراجات هوائية يستفيد منها الجميع إذن الآن ننتقل لأستمع للنص إذن سأسمعكم هذا النص تابع معي جيدا عنوانه دراجات هوائية للجميع إذن ما زنت أذكر ذلك الصباح الذي قصدت فيه مكتبة المدرسة لأستعير كتابا وما إن خطوت أول خطواتي داخل المكتبة حتى سمعت سقوط مجموعة من الكتب على الأرض فسارعت إلى جمعها ومسحها ثم ترتيبها فوق الرف لحقت بي القيمة على المكتبة وشكرتني قائلة شكرا لك يا بنيتي ليت كل الأطفال مثلك وما كادت القيمة على المكتبة تغادر المكان حتى سمعت صوتا خافتا ينادين من بين الكتب اقتربت من الصوت فلفت نظري كتاب صغير الحجم عنوانه بلد الدراجات الهوائية وبما أنني أهوى ركوب الدراجة تناولت الكتاب فشكرني الصوت المنبعث من بين دفتيه وقال لي إنها هولندا يا صديقتي وهي ليست بلد الدراجات فحسب بل أيضا بلد الجبن والجصور والطواحيل قلت وما شأن الدراجة في هذا البلد أجابني الصوت أغمضي عينيكي وأنا أحملك إلى هذا البلد وفي لمح البصر وجدت نفسي وسط مدينة جميلة تكثر فيها الويديان والجصور توجه بي الكتاب مباشرة نحو واحدة من المكتبات المنتشرة بالمدينة وأمام الباب اندهشت لمئات الدراجات التي كانت متوقفة في نظام بديع لم يكن هناك حارس ولم تكن الدراجات مربوطة بأقفال سألت صديقي الكتاب كيف سيعرف كل واحد دراجته وكلها متشابهة ابتسم الكتاب وقال لي سترين ذلك حين يخرجون وكم كانت دهشتي كبيرة حين خرجوا فرأيت كل واحد ينصرف إلى دراجة يركبها سواء كانت له أم لغيره ولن تمر إلا برهة حتى خل الجدار من جميع الدراجات قال لي صديقي الكتاب يجب أن تعرفي يا صديقتي أن عدد الدراجات في هذه المدينة يبلغ سبعمائة ألف دراجة فيما يبلغ عدد السكان سبعمائة وخمسين ألف نسمة فالكبير والصغير والشاب والعجوز والمرأة والرجل كلهم يركبون الدراجة لأنها بالنسبة إليهم رياضة يومية ووسيلة نقل بسيطة ولا تلوث البيئة لكل دراجته وهي دراجة الآخرين أيضا فإذا نزل أحدهم من على دراجته فإنه يركنها في مكان على قارعة الطريق دون أن يربطها فإذا مر مواطن آخر من ذلك الطريق واحتاج إلى دراجة للتنقل فإنه سيركبها ويذهب لقضاء حاجته قلت مع نفسي حين أعود إلى بلادي سأتحدث إلى أصدقائي وصديقاتي في المدرسة ونتفق جميعا على أن يقتني كل واحد منا دراجة هوائية يتقاسمها مع الجميع وهكذا سنعبر عن سلوك مدني مواطن رائع إذن هذا هو النص لآن سنمر لاستثمار النص إذن من المتحدث في النص؟ إذن طبعا فالمتحدث هو الكاتبة والكاتبة هي الطفلة ثم من الذي استوقف الطفلة عند دخولها المكتبة؟ ولماذا شكرتها القيمة على المكتبة؟ إذن لو عودنا إلى النص سنجد على أن الطفلة ما استوقفها عند دخولها إلى المكتبة فهو سقوط إذن سمعت سقوط مجموعة من الكتب على الأرض فسارعت إلى جمعها ومسحها ثم ترتيبها فوق الرف إذن ما استوقف الطفلة عند دخولها إلى المكتبة هو سقوط مجموعة من الكتب على الأرض ثم لماذا شكرتها القيمة على المكتبة؟ إذن لاحظوا هنا شكرتها القيمة على المكتبة إذن وشكرتني قائلة شكرا لك يا بنيتي ليت كل الأطفال مثلك إذن شكرتها القيمة لماذا؟ لأن الطفلة صارعت إلى جمع الكتب الساقطة ومسحها ثم ترتيبها فوق الرف وبذلك قامت بعمل مواطن وسلوك مدني راق ورائع الآن سؤال الموالي اللي عندنا ما الشيء الذي ناداها وهي بالمكتبة؟ إذن لاحظوا هنا حتى سمعت صوتا خافتا ينادين من بين الكتب اقتربت من الصوت فلفت نظري كتاب صغير الحجم بالعنوانه بلد الدراجات الهوائية إذن الشيء الذي ناداها وهي بالمكتبة هو هذا الكتاب الصغير الحجم ثم سؤال الموالي ذكر الكاتب أن لهولندا أربع خاصيات ما هي إذن بعودتنا للنص نجد إنها هولندا يا صديقتي هي ليست بلد الدراجات إذن فحسب بل أيضا بلد الجبن والجسور والطواحين إذن تتميز هولندا بأنها بلد الدراجات الهوائية بلد الجبن بلد الجسور وبلد الطواحين والطواحين والجسور والجبن كنا تعرفنا على واحد الصورة في هذا الدرس توضح بلد هولندا نسبيا سؤال آخر ما الذي أدهش الكاتبة عند مدخل المكتبة الهولندية إذن لاحظوا هنا في النص نجد توجه بالكتاب مباشرة نحو واحدة من المكتبات المنتشرة بالمدينة وأمام الباب إن دهشت لمئات الدراجات التي كانت متوقفة في نظام بديع لم يكن هناك حارس ولم تكن الدراجات مربوطة بأقفال إذن هذا هو ما أدهش الكاتبة الطفلة عند مدخل المكتبة الهولندية وهو وجود مئات الدراجات وهي متوقفة في نظام بديع وما إلى ذلك أيضا لدينا كم عدد سكان المدينة التي زارتها الكاتبة وكم عدد الدراجات الهوائية بها إذن هذا أيضا مذكور في النص يجب أن تعرف يا صديقتي أن عدد الدراجات في هذه المدينة يبلغ إذن عدد الدراجات هو سبعمائة ألف دراجة أما عدد السكان فهو سبعمائة وخمسين ألف نسامة إذن هذا هو عدد الدراجات وعدد السكان هذه المدينة وكاللحظ أن عدد السكان فهو يزيد بقليل عن عدد الدراجات الهوائية هذا يعني أن أغلبية سكان هذه المدينة فهم يستعملون أو يملكون دراجات هوائية ثم لدينا ما السلوك المدني المنتشر بين سكان هذه المدينة إذن هذا السلوك المدني كما رأينا في هذا النص فهو أن هذه الدراجات هي ملك للجميع إذن كما شاهدنا في العنوان دراجات هوائية للجميع إذن هذه الدراجات فبإمكان الجميع أن يستعملها فهنا لدينا إذا نزل أحدهم من على دراجته فإنه يركونها في مكان على قارعة الطريق دون أن يربطها فإذا مر مواطن آخر من ذلك الطريق واحتاج إلى دراجة للتنقل فإنه سيركبها ويدهب لقضاء حاجته إذن طلاقا من هذا الكلام السلوك المدني المنتشر بين سكان هذه المدينة هو اعتبار الدراجة الهوائية ملكا مشتركا للجميع ويمكن لمن احتاج لدراجة لقضاء أغراضه أن يركب أي واحدة وجدها أمامه الآن بما وعدت الطفلة نفسها حين عودتها إلى بلدها إذن الطفلة فهي وعدت نفسها بأن تتحدث إلى أصدقائها وصديقاتها في المدرسة حول هذه الفكرة ونتفق جميعا على أن يقتني كل واحد منا دراجة هوائية يتقاسمها مع الجميع لدينا أيضا ما رأيك في هذا السلوك المدني ما رأينا فيه إذن يمكن أن نقول هذا سلوك مدني راق سلوك مدني جيد يدل على التعاون ومساعدة الآخر وما إلى ذلك إذن عموما هذه أسئلة الفهم يمكن أن نجيب عنها كما يلي إذن قلنا المتحدثة في النص هي الطفلة ثم ما استوقفت طفلة عند دخولها المكتبة هو سقوط مجموعة من الكتب على الأرض لماذا شكرتها القيمة على المكتبة شكرتها القيمة على المكتبة لأنها صارعت إلى جمع الكتب الساقطة على الأرض ومسحها ثم ترتيبها فوق الرف ما الذي ناداها وهي بالمكتبة إذن ما ناداها وهي بالمكتبة هو كتاب صغير الحجم ما خاصية الخاصية الأربع لهولندا التي ذكرها الكاتب إذن خاصية هولندا الأربع التي ذكرها الكاتب هي أنها بلد الدراجات الهوائية والجبن والجصور والطواحين ثم السؤال الآخر كان عندنا ما الذي أدهش الكاتبة عند مدخل المكتبة الهولندية إذن ما أدهشها هو وجود مئات الدراجات وهي متوقفة في نظام بديع وبدون حارس ولم تكن مربوطة بأقفال السؤال المولي كان حول عدد سكان المدينة التي زارتها الكاتبة إذن العدد هو 750 ألف نسمة كذلك عدد دراجات بها فهو 700 ألف دراجة أيضا السؤال أيضا كان حول السلوك المدني المنتشر بين سكان هذه المدينة إذن هذا السلوك هو اعتبار الدراجة الهوائية ملكا مشاركا للجميع ويمكن لمن احتاج لدراجة لقضاء أغراضه أن يركب أي واحدة وجدها أمامه أيضا بما وعدت الطفلة نفسها حين عودتها إلى بلدها إذن وعدت نفسها بأن تناقش هذه الفكرة مع أصدقائها من أجل الاتفاق على اقتناء كل واحد منهم دراجة هوائية يتقاسمها مع الجميع ثم أيضا الذين ما رأيوك في هذا السلوك المدني إذن نعطى رأينا مثلا نقول أعتقد أنه سلوك مدني راق يدل على التعاون ومساعدة الآخر وما إلى ذلك إذن المطلوب مننا أكتب فقرة ألخص فيها النص انطلاقا من الصور إذن انطلاقا من الصور لأن في الكتاب ممكن نخص هذا النص كما يلي سنقول عندما دخلت الطفلة إلى المكتبة سمعت صوتا خافتا يناديها حيث أخذها إلى مدينة جميلة تشتهر بالجبن والطواحين والجصور وركوب الدراجات الهوائية وبهذه المدينة اندهشت وهي ترى مئات الدراجات متوقفة في نظام بديع وبدون حارس حيث أخبرها الكتاب بكونها متاحة للجميع فأعجبت بالفكرة وأرادت مناقشتها مع أصدقائها حين عودتها لبلدها إذن هذا هذه فقرة نلخص فيها النص انطلاقا من السؤال أيضا السؤال لدينا ما المهارة الأكثر حضورا في النص إذن هذا النص المهارة الأكثر حضورا فيه هي مهارة الحوار لماذا؟ لأننا في كثير من الأحيان نجد الطفلة تحاور الكتاب لاحظوا مثلا وعندنا حتى القيمة شكرا لك يا بنيتي ليت كل أطفال مثلك إذن هذه ممكن ما نعتبرهاش حوار ولكن الحوار مثلا قال لي لاحظوا قال لي قلت أجابني إذن هذه عبارات نستعملها في الحوار ثم أيضا عنا أيضا سألت صديقي الكتاب كيف سيعرف كذا ابتسم وقال لي أيضا لدينا قال لي صديقي الكتاب إلى غير ذلك إذن كل هذا فهو يعبر أو يوحي لنا أو يبين لنا لأن المهارة الأكثر حضورا في هذا النص هي الحوار أو الأسلوب الحواري إذن هذا كل ما يتعلق بهذا النص شكرا لكم على المتابعة